السلام عليكم ورحمة الله طلابنا محاضرة أربعة من محاضرات الفصل الأول ابديت المحاضرة قلني هذا السؤال شرحنا الجواب مالته طبعا طلاب هذا السؤال وزاري وهو من أسئلة الفصل وهو سؤال مهم جدا شرحت أنا هو وجوابي لكن بقيت التفسير الرياضي والتوضيح الرياضي على هاي المحاضرة إعادة سريعة السؤال يضمن ماذا يحصل للشحنة المختزنة في أي منصفحتين متسعة يعني شي يصير بالشحنة المخزونة على أي من الصفحتين سواء هاي أو هاي وبلغة أخيرة يعني شي يصير للشحنة مالته المتسعة اللي موجودة عد المتسعة شي يصير بالشحنة المختزنة بمتسعة ذات سعة ثابتة يعني متسعة مثبت لي سعة مالتها يعني استيعاب مالها شي يصير للشحنة عنده مضاعفة فرق الجهد بين صفحتيها وكلمة مضاعفة كلمة تعني فتشي هسن يجيها طلاب هذا السؤال نقدر نغيره ماذا يحصل للشحنة عنده زيادة فرق الجهد بين صفحتيها يعني عنده زيادة خلي نشوف هسنة داشيل كلمة مضاعفة دارت أبدلها وبعدين أرجع لها ماذا يحصل للشحنة اللي إذا تروح على المتسعة عنده زيادة فرق الجهد يعني فرق الجهد مالبطارية يعني قوة الدفع ماذا يحصل للشحنة أقول لها جواب تزداد الشحنة إذن ماذا يحصل للشحنة عنده زيادة فرق الجهد تزداد الشحنة ليش؟ قال لي لماذا؟ أقول لها لأن التناسب طردي لأن الشحنة تتناسب طرديا مع فرق الجهد الشحنة تتناسب طرديا مع فرق الجهد بثبوت السعة أي أن التناسب الطردي لا يكون إلا بثبوت السعة ولكن حالة خاصة ماذا يحصل للشحنة عنده مضاعفة فرق الجهد يعني أجعل فرق الجهد ضعف ما كان عليه يعني كان فرق الجهد فشي يعني كان كذا عنده مضاعفة هذا الرقم اللي كان موجود للضعف ماذا يحصل للشحنة أقول له تتضاعف الشحنة المختزنة بمثل ما تضاعف فرق الجهود هو قال لي ليش تتضاعف يعني قال لي لماذا يعني انت شرح الجاوب يقول لك لماذا تمام اللماذا هذا جوابه أقول له وذلك لأنها منية الشحنة تتناسب طرديا مع فرق الجهود حسب العلاقة الآتية الشحنة تتناسب طرديا مع فرق الجهود يعني الشحنة اللي رايحة على المتسعة تتناسب مع فرق الجهد ما البطارية اللي هو دا يدفع هاي الشحن اما التوضيح الرياضي كان سنة من السنين مطلوب اه شلون توضح هذا الشي رياضيا يعني شلون توضح انه الشحنة فعلا تتضاعف تبهوا طلاب يمي شوي وتحملونا لانه راح نسوي شيء من التفصيل بابا علي الشحنة اللي رايحة على المتسعة تحسب من سعة المتسعة في فرق الجهد ما للمتسعة سواء كان المسلط عليها او المتولد بين صفيحتيها هاي هي الشحنة اللي تحملها المتسعة سواء كانت الموجبة او السالبة سواء كانت هاي الشحنة الموجبة او السالبة ولو فرضنا انه كان هاي فرض من عندي كان فرق الجهد ما للبطارية مثلا عشرة فولت زين والسعة مثلا السعة اثنيا فاراد فسوف تكون الشحنة شلون تحسب الشحنة الشحنة تكون بضرب السعة في فرق الجهد اذا الشحنة راح تكون 20 كولو ماشي هاي الشحنة اللي عند المتسعة حاليا هاي الشحنة اللي تحمل المتسعة في الوقت الحالي عندما كان فرق الجهد عشرة ايجي هوش قال قال ماذا يحصل للشحنة المختزنة وين مختزنة في اي من صفيحتي المتسعة سواء كانت هاي او هاي المهم ماذا يحصل للشحنة المختزنة في أي من صفحتين متسعة ذات سعة ثابتة يعني راح نثبت السعة وديسأل عشو حنا اللي هنا شراح يصير بها قلت له شو وقت تريد تعرف شراح يصير بها قال لي عنده مضاعفة فرق الجهد قلت له شنو يعني مضاعفة فرق الجهد قال يعني فرق الجهد الجديد خلو لأي تأشيرة يختلف عن ذاك فرق الجهد الجديد خلي نقول فتحه خلي فوقها فتحه للتمييز شبيه خليناه ضعف ما كان عليه ضعف فرق الجهد القديم أي أنه فرق الجهد الجديد خليناه ضعف القديم يعني ضعف العشرة أي أنه فرق الجهد الجديد خليناه عشرين فولت ماذا يحصل للشحنة أقول للشحنة الجديدة تحسب من السعة الجديدة في فرق الجهد الجديد ولكن الشحنة الجديدة تساوي ماكو سعة جديدة هي نفسها السعة القديمة إذن نزلها نفسها السعة القديمة لأنه ما غيرها قال سعة ثابتة في فرق الجهد الجديد أجهز سأعوض إذن الشحنة الجديدة تساوي السعة 2 وفرق الجهد الجديد 20 إذن الشحنة الجديدة تساوي 40 كولوم أي أن الشحنة أصبحت ضعف ما كانت عليه ولكن هو هذا أنا فرضة أرقام فرض من هو يحكي لي بدلالة الحروف طلاب هذا السؤال رح شوي نلح عليه لأنه رح يخدمنا وإن ماكو سؤال يشبهه رح نكون إحنا جاهزين نجهز سنحكي بدلالة الحروف إذا كانت الشحنة المختزنة على المتسعة هي Q تحسب من السعة في فرق الجهد رح أرمز الرموز الآتية نفرض أن الشحنة الأولى أو الابتدائية هي Q1 وحسبت من C الابتدائية في فرق الجهد الابتدائي ماشي وبعد التغييرات التي طرأت على السؤال افتهمنا أنه السعة الابتدائية بقيت ثابتة بقوا السعة كما هي ثابتة ولكن فرق الجهد الجديد حخلي له رقم اثنيا يعني الثانوي أو الجديد سووا ضعف ما كان عليه يعني ضعف فرق الجهد الأصلي والابتدائي وديسئلون عن ماذا يحصل للشحنة أي أن الشحنة بالجديد ماذا يحصل لها أقول للشحنة الجديدة ولرمزت لها بكيوتو تحسب من سعة جديدة في فرق جهد جديد قال لي أوكي وبالتعويض فإن الشحنة الجديدة تحسب السعة هي نفسها السعة الأصلية ما كو جديدة إذن نعوضها ونرجعها كما هي في فرق الجهد الجديد هو ضعف هاي نخلي قوس ما كان عليه يعني ضعف فرق الجهد الأول أي أن الشحنة الجديدة تساوي هذا كل ضرب فالضرب عملية بدالية فراح أجيب الاثنين ونزل السيوان ونزل الدلتا فيوان سيوان دلتا فيوان مدروا أين شايفكماني قالوا استاشي بسرعة نسيتنا سيوان دلتا فيوان هي كيوان الأصلية أي أن الشحنة الجديدة ستساوي ضعف هاي مو كيوان نزل اثنين وننزل هذا كله باعتبار كيوان فتصبح الشحنة الجديدة ضعف الشحنة القديمة طريقة أخرى يسموها طريقة المقارنة هسنا عدنا الشحنة الابتدائية أو الأصلية سميناها كيوان وتحسب من سيوان في دلتا فيوان كله ابتدائي بينما الشحنة الثانية أو الجديدة تحسب من سعة جديدة في فرق جهد جديد والمعلومات اللي بالسؤال أن السعة بالجديد حتبقى نفسها السعة القديمة هذا تعبير حلو أرتب ومن المعلومات من السؤال أنه فرق الجهد الجديد أو بالجديد مسوينه ضعف فرق الجهد الأصلي أو الابتدائي ويسألون عن الشحنة الجديدة كم تساوي صحية تحسب منها بس جهد حتطلع يعني مقارنة بالأولى جهد حتطلع الشحنة الثانية مقارنة بالأولى فأكو طريقة اسمها طريقة المقارنة وهي عبارة عن شوف شون حقراها الشحنة الجديدة مقارنة بالشحنة القديمة هيش تحسب طلاب شوي انتعبكم بهاية أو انتو تعبوا عليها وركزوا على كلامي رح تنضبط وإن ماكو سؤال مماثل حتلقونا جاهزين لحله هاي سموها مقارنة الشحنة الجديدة بالقديمة أو الجديدة بالأصلية حط كل من قانون أقباله سي تو دلتا في تو أما هاي سي وان دلتا في وان تعال عوض إذن الشحنة الجديدة مقارنة بالشحنة القديمة تساوي سعة جديدة هي نفسة السعة الأصلية مغيروها فنرجعها نفسة أما فرق الجهد الجديد هو ضعف فرق الجهد القديم عليه سي وان في دلتا في وان دلتا في وان تختصر ويا دلتا في وان وسي وان ويا سي وان فتطلع لك الشحنة الجديدة مقارنة بالشحنة القديمة جيد ثنيا وسطين في طرفين كيو تو في واحد كيو تو تساوي ثنيا كيو وان فطلعت الشحنة الجديدة ضعف الشحنة القديمة ضعفه ممتاز هو شنو ممتاز عيدي الفيديو وافهم لي اياها مثل ما انا سوتها تمام هذا كلش مهم الكلام اذا السؤال هذا المشهور حفهمك هسه كل الزين شنو طبيعة جواب هذا السؤال هو السؤال جاي ثلاث صيغ طلابنا قال ماذا يحصل للشحنة المختزنة في اي من صفحتين متسعة وهي المتسعة سيعتها ثابتة قلت له شوكت ماذا يحصل قال عنده مضاعفة فرق الجهد يعني عندما اخلي فرق الجهد ضعف ما كان عليه ولماذا قلت له والله تتضاعف الشحنة اذا ماذا يحصل للشحنة تتضاعف الشحنة المختزن ليش وذلك لأنها تتناسب طرديا مع فرق الجهد وانت ضاعفت فرق الجهد فيه تضاعف حسب العلاقة الاتية اذا كتبت هذا الجواب وهذه العلاقة درجة كاملة خمس درجات اما اذا كتبت الكلام الرياضي فقط شوفوا طلاب هسان هنا الشحنة الابتدائية تحسب من السعة الابتدائية في فرق الجهد الابتدائي والسعة الابتدائية سوف تبقى ثابتة ولكن هنا حاجة تاني بدلالة الفتحة فرق الجهد الجديد يساعد ضاعف فرق الجهد القديم والشحنة الجديدة تحسب من سعة نفسها ثابتة في فرق الجهد الجديد اوضت هاي طريقتين اشراحتين قبل شوية الشحنة الجديدة تحسب من نفس السعة في فرق الجهد الجديد جيد قلت الشحنة الجديدة تساوي سي نفسها في فرق الجهد الجديد يعني هي هو الرموز بكيفكم شوفوا انه شرامي زاني حتى ما يسرعتكم ارباكي هنا بقولي بس على ذاكي على ذاكي اللي أنا شرحته حتى ما يسر رباكي هنا زين خلي نجي نغير صيقة السؤال ونشوف انه الطالب ضابطها لو لا طبعا ما كملت كلامي قلت لكم بالوزاري اذا جوابت الشرح وحده هو علاقة رياضية درجة كاملة واذا بس جواب رياضي هذي يسمونه توضيح رياضي تاخد درجة كاملة واذا اثنيا هم بعد احسن لان مرة وحدة من السنين الوزارية كان مطلوب الجواب الشرح والتوضيح الرياضي وكان اللي ما كاتب التوضيح الرياضي ينقص درجة واحدة فلذلك انا اجدأ احتي هسه مرة اخيرة هيكي سؤال كل مرة اذا تكتب هذا الشرح وهي العلاقة الرياضية درجة كاملة اذا تكتب بس التوضيح الرياضي درجة كاملة مرة من السنين رأي ديني جواب كله هو التوضيح الرياضي واذا ما كاتب التوضيح الرياضي تنقص بمقدار واحد مزيين على هذا الاساس طلاب راح افهمكم راح اصير لكم سؤالي شبهه ونشوف شلون نفهمه او لا صغة سؤال مثلا ماذا يحصل للشحنة المختزنة في اي من صفيحتين متسعة ذات سعة ثابتة اذا ماذا يحصل للشحنة عند زيادة فرق الجهد اي بله بين صفيحتيها الى ثلاثة امثال ما كان عليه ثلاثة امثال ما كان عليه ولماذا شوفوا شور راح نجاوب هاي السؤال اعيد السؤال بدون ما اشتر لكم عليا وفهموش ده احتي ماذا يحصل للشحنة المختزنة اقول له جواب هو يسوي زيادة فرق الجهد الى ثلاثة امثال ما كان عليه اقول له نفس الكلمة تزداد الشحنة المختزنة الى ايضا ثلاثة امثال ما كانت عليه قل لي ليش قلت له وذلك لانها مني الشحنة شبيهة تتناسب طرديا مع فرق الجهد حسب العلاقة كيو تساوي سي في دلتا في الشحنة تتناسب طرديا مع فرق الجهد بثبوت السعة اما التوضيح الرياضي لازم اثبت وابرهم ان الشحنة الجديدة تساوي ثلاث امثال او ثلاث اضعاف الشحنة القديمة لازم اثبت هيج تعالوا طلاب خلنا نتعلم وسمع ايش داحتي الشحنة الابتدائية الشحنة الابتدائية او الاصلية هيج رمزت لها بالرمز كيوون تحسب من السعة الابتدائية في فرق الجهد الابتدائي في قبل التغيير فارزة من منطوق السؤال افتهمنا انه السعة بالجديد بقت نفسها السعة القديمة اللي انقال سعة ثابتة معناها السعة الجديدة نفسها السعة القديمة ومن منطوق السؤال افتهمنا انه فرق الجهد الجديد سوه ثلاث امثال ما كان عليه يعني ثلاث اضعاف ما كان عليه يعني ضربة فيه ثلاثة ويسئلون عن الشحنة بالجديد كم ستكون احنا قلنا راح تكون ثلاثة امثال ما كانت عليه الشحنة بالجديد لازم تحسب من السعة بالجديد في فرق الجهد بالجديد حلو وباستخدام طريقة المقارنة راح اثبت عليها حتى الطالب يضبطها نقول الشحنة الجديدة مقارنة بالشحنة القديمة تساوي نعوض هنا سي تو في دلت كل من قانون اقباله في دلتا في تو على سي وان في دلتا في وان ويساوي بعض طلابنا سي تو هي نفسها سي وان يعني السعة الجديدة نفس السعة القديمة ولكن فرق الجهد الجديد ثلاث اضعاف فرق الجهد القديم على سي وان في دلتا في وان يختصر دلتا في وان والدلتا في وان والسي وان والسي وان ويبقى الناتج اللي هو ذاك الشحنة الجديدة مقارنة الشحنة القديمة تساوي تلاثة فقط ووسطين في طرفين كيو تو في واحد كيو تو شو تساوي تلاثة كيو وان تمام تمام حلو ان شاء الله تكونوا مضبطون ننتقل الى محاضرة اليوم لهذا السؤال كان من ريش محاضرة كمنا السؤال عندنا اليوم اضافي وهو اول سؤال بهذه المحاضرة ماذا تعد سعة المتسعة يعني المتسعة من عندها سعة هاي السعة ماذا تعد ماذا تعتبر تعد سعة المتسعة تعتبر سعة المتسعة مقياسا لمقدار الشحنة اللازم وضعها على اي من صفيحتيها لتوليد فرق جهود معين بينهما والمتسعة ذات السعة الاكبر تستوعب شحنة بمقدار اكبر فعلا اذا التوضيح انا يمكن هذا الشرحت السؤال ما ادري سخلا اشرحه بسرعة قلولي هاك هذا بطل سعته لتر او خلي نقول اثنين لتر ماشي وسئلوني استاذ سعة البطل اثنين لتر قلتلهم ايه استاذ المعمل كاتب على البطل اثنين لتر قلتلهم والله افتهمت استاذ ماذا تعد سعة البطل يعني السعة الكاتبينها عليها ماذا تعتبر ماذا تعتبر استاذ سعة البطل ماذا تعتبر قلتلهم تعتبر سعة البطل مقياسا ان احنا مقياسا ان انا نفكر تمام اذا تعت سعة البطل مقياسا ان لمعرفة مقدار الماء الواجب اضافته تمام من قلولي ترى سعة اثنين لتر حتى يصير عندي مقياسا ان هذا البطل يشيل اثنين لتر اذا تعت سعة البطل مقياسا لمقدار الماء الواجب اضافته لتوليد ضغط معين على البطل لان الماء اللي راح اضيفه الماء كمية الماء تسبب ضغط على البطل بتسقيط المثال على المتسعة قال الاستاذ شفنا متسعة مكتوب عليها سعة خمسة فارد ماذا يعني هذا الكلام قلت لهم سعة المتسعة تعد مقياسا لنا لمعرفة مقدار الشحنة الواجب اضافتها وين على اي من صفيحتها ميهم سواء هنا وهنا لان الطلاب خلوها ببالكم معلومة حلوة وثابتة من انت تخلي خمسة موجب هنا تلقائيا يتولد خمسة سالب هنا بطريقة الحث الكهربائي يعني خمسة يجذبا خمسة اذا ماذا تعد سعة المتسعة جواب تعد مقياسا لنا لمعرفة مقدار الشحنة الواجب اضافتها او اللازم اضافتها وين على اي من صفيحتها ليش لتوليد فرق جهود معين بينهما وياها معلومة اخرى والمتسعة ذات السعة الاكبر يعني انها تستوعب شحنة بمقدار اكبر هذا كلام كلش منطقي اذا سؤالنا اليوم لو نجع على هاي الحلقة ما لليوم حتى دائما نحن نعرف شنه هدفنا من هذا الدرس شنه المطلوب من عندنا من هذا الدرس خلينا نقول المطلوب معدكم سؤالي السؤال الاول ماذا يحصل للشحنة جوابه واللي سويت لشقين عند المضاعفة وعند الزيادة الى الثلاث امثال فاتكيت طلاب اي واحد حتى لو فول كسلان بس يكتب السؤال والجواب والاثبات الرياضي مرتيين هذا مفول السؤال الثاني بحلقة اليوم ماذا تعد سعة المتسعة اغير الصيغة ماذا تعتبر سعة المتسعة جواب تعد سعة المتسعة تعتبر سعة المتسعة مقياسا لنا حتى نعرف اذا مقياسا لمقدار الشحنة اللي راح نخليها مقياسا لمقدار الشحنة اللازم وضعها وين على اي منصف حتيها ليش لتوليد فرق جهد معين بينهم حلو ومعلومة وياها والمتسعة ذات السعة الاكبر تستوعب شحنة بمقدار اكبر هذا السؤال الثاني يكتب ويحفظ اعزائي الطلاب ادنا موضوع اليوم حلو سغير اسمه وموضوع وهي صفيحة سالبة الشحنة نوع المجال هنا مجال المنتظم الصفيحة الموجبة الشحنة طاقتها موجبة والصفيحة اللي شحنتها سالبة طاقتها سالبة يعني كلمة طاقة يعني جهد فهي جهدها موجب وهذه جهدها سالب وقلت وأقول دائما الجهد مقياس للطاقة المغزونة فمن أقول لك صفيحة جهدها موجب معناها الطاقة المغزونة عندها طاقة ناتجة عن شحنة موجبة ومن أقول لك هاي جهدها سالب معناها الجهد هو مختصر لكلمة طاقة مغزونة الجهد هو مختصر لكلمة طاقة مغزونة زين فصفيحة جهدها سالب معناها الطاقة المغزونة فيها هي طاقة ناشئة عن شحنة سالبة ويوجد فرق في الطاقات أي أنه يوجد فرق في الجهد دلتا في يعتمد المجال الكهربائي على فرق الجهد والعكس صحيح فرق الجهد هو اللي يعتمد على المجال الكهربائي يوجد من هذه الصفيحة بمسافة D فالمجال الكهربائي إذا تريد تحسب حساب رياضي تقدر تقسم فرق الجهد اللي عندك على البعد بين الصفحتين يطلع لك المجال الكهربائي إذا المجال الكهربائي حصراً الموجود بين الصفحتين المتسعة يحسب هذا يفيدنا بالمسائل هنا ما عندنا شرح عليه قوي عندنا سؤال واحد فقط يحسب المجال الكهربائي من قسمة فرق الجهد بين الصفحتين على البعد بين الصفحتين السؤال الوزاري اللي اجيه هنا قبل لا اجيبه هو فرق الجهد يقاس بالفولت احنا هذا السؤال سبق وين قلناه والبعد يقاس بالمتر ففولت على متر هي وحدة قياس المجال الكهربائي اجينا وزاري بالفين وربعة عشر قال ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بالوحدات الاتية فولت على متر قلنا لهم المجال الكهربائي اذا السؤال هو هذا السؤال الثالث بحلقة اليوم قبل لا اجيب السؤال عنش كاتب لك كاتب لك يحسب المجال الكهربائي الموجود بين صفحتين المتسعة المشحونة طبعا لازم مشحونة لان اذا ما مشحونة ماكو مجال يحسب من العلاقة الاتية المجال الكهربائي يحسب من قسمة فرق الجهد بين الصفحتين على البعد وحيفيدنا بالمسائل وكل السهل حيث ان دلتا في فرق الجهد المتولد بين الصفائح او المسلط على الصفائح سواء كان المتولد او اللي مسلط احنا مسلطين وان دي هي البعد بوحدة المتر فتصبح وحدات المجال الكهربائي المتولد بين صفحتين متسعة هي فولت على متر سؤال وزاري بالفين وربعة عشر قال ما الكمية الفيزيائية يا كمية بالفيزيائية تقاس بالوحدات الاتية فولت على متر قتل المجال الكهربائي حسب العلاقة الموضوع الاخر اللي هو هم ايضا صغير اسمه الطاقة الكهربائية ينيرجي الكترك المختزنة في المجال الكهربائي بين صفحتين متسعة افهمكم طلابنا الاعزاء خلوا معلومة بباركم انه اذا اني عندي احنا نفد شحنات موجبة اسمعوا كلامي زيان مثلا هاي الشحنات الموجبة سوف تولد مجال كهربائي خليكم بهاي الصورة ماشي فهذول الشحنات راح نسميهم احنا حاليا وضعيتهم اللي هم احنا خاليهم بيها واللي معتبريهم بيها هم شحنات مولدة للمجال اذا هاعتبرهم شحنات مولدة للمجال ولدت لي مجال كهربائي اذا هذا مجال كهربائي ماشي و جيت انا اتمختر اجيت انا منك من مسافة بعيدة جبت شحنة موجبة صغيرة و قدامي مسافة طويلة لازم اقطعها واريد اخلي الشحنة هنا عاجبني بكيفي زيان فهاي المسافة انا حقطعها و جاي بالشحنة وياي راح انقل الشحنة من نقطة اي الى نقطة بي مثل ماشي اشتركوا في القناة